طيب نروح لميار شريف عايزة أنا خليك أنت تروح لا لا هنتكلم بعدها رون مودل بالنسبة لك هنتكلم بعدها مسألة أعلى يلا قولي طيب ميار شريف طبعا يعني عملت إنجاز جديد الحقيقة وخلتنا كلنا كمصريين فخورين بالإنجاز ده وإن هي تأهلت طبعا لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد ما أطاحت بنفستها الصربية أليكزاندرا كرونتش في الدور النهائي لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة المقامة حاليا بدبي ميار قدرت إنها تفوز على منافستها الصربية دي بمجموعتين للا شيء يعني 2-0-6-1-6-2 كانت ميار كمان يعني في طريق مشوارة في التصفيات أطاحت باليابانية أكيكو أماي وبالأمريكية جراسمان في الدور الأول والتاني من التصفيات عشان تتأهل الدور الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في تاريخها ميار زي ما قلت لحضراتكم تجاوزت اليابانية أكيكو أماي في الدور الأول للتصفيات وفازت بالمجموعة الأولى 6-0 والمجموعة الثانية 6-1 يعني سكور كبير جدا ما سابتش البنت تاخد غير شوط واحد طول المباراة وأطاحت بعد كده بالأمريكية جراس بالمجموعات كانت 6-3-6-2 بعد مباراة مرسونية استمرت تقريبا ساعتين ميار شريف زي ما حضراتكم عارفين أول لعبة مصرية في التاريخ توصل للدور الرئيسي في أحدى بطولات الجران سلام الكبرى بعد ما تأهلت للدور الرئيسي ببطولة رولانجاروس في أكتوبر الماضي وأول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية هتلعب في أولمبيات توكيو أو توكيو أولمبيكس في 2021 أنا بتهيلي بطولة أستراليا اللي جاية دي هتكون محطة أنزار المصريين حتى اللي مش بيتفرجوا على التنس أو اللي بيحبوا لعبة التنس هيتابعوا ميار أنا مش هتفرج عليها غير عشان ميار لأن روجر فيدرير ما بيلعبش فاندال وجوكوفيتش باي قطعوا بعض مع نفسه شكرا